عربات التكتك الصغيرة الأيقونة الطبية في انتفاضة تشرين لإسقاط النظام تمر العربة ثلاثية العجلات بين صفوف المتظاهرين لتسعف جرح التظاهرات في وقت غابت فيه سيارات الإسعاف المستهدفة بقناصة الميليشيات والقوات الحكومية العربة التي تعبر عن نضال فقراء العراق في طاحونة الحياة تتحول إلى بطلة المرحلة الراهنة وتتصدر الوسائل التي يعتمد عليها المتظاهرون في صرائهم السلمي مع السلطة القمعية متطوعون طبيون يرتدون سترات حمراء يتجولون عبر عربة التكتك وسط التظاهرات الحاشدة في ساحة التحرير ببغداد وهم على أهبة الاستعداد لإسعاف الجرحة ونقلهم إلى المراكز الطبية حجم العربة الصغير ساعدها على سهولة الحركة وسط الساحات المكتظة وجعلها في مأمن نسبي عن عيون القناصين مجانا وكجزء من واجبهم الوطني تبرع أصحاب هذه العربات في العمل الميداني في صورة تعبر عن وحدة المصير والهدف بين العراقيين وتسخير المواطنين كل ما يملكونه خدمة لتحقيق حلم الخلاص بإسقاط النظام ورموزه سيارات الإسعاف الكبيرة غابت عن التظاهرات لأنها أصبحت في مرمى نيران القوات الحكومية والميليشيات وهو ما تؤكده التقارير المحلية والدولية صحيفة واشنطن بوست أكدت أن القناصة يستهدفون الجرحة حتى في سيارات الإسعاف وأن هذه السيارات تذهب بلا رجعة حيث يعتقل كادرها الطبي أقصى درجات القمع وأشد عمليات الترهيب استخدمت ضد التظاهرات دون أن تتمكن من إخمادها كل يوم أشد زخما من سابقه يزداد عدد المتظاهرين مع ارتفاع عدد الشهداء والقتل والخطاب الواحد إيران دولة محتلة والحكومة فاسدة عملة ولا خلاص إلا باجتثاث أحزابها ترجمة نانسي قنقر